يبكين العائلة النسوة تبكي ما الخبر قالا رحنا نجيب الماء ونعود رحنا نجيب الماء ونعود وشفنا بطل عن نور ممدود والله ممدود ممدود نايم ويم نايم ويم العلم والجود والجود أولي أولي وعاني أصبيها بسهم ممرود ممرود ومخسوف رأسها بضربة عمود قالا النسوة سولفا للرجال هذا رسان حالين يعني هن نقلنا الصورة كما هي قالا قالا يا يان بالمعركة شفنا عجوبة شنو بالله العجوبة يا باب بالمعركة شفنا عجوبة عرّيس وشفوفة مخضوبة عرّيس وشفوفة مخضوبة أو مثل الكفن تفصيل ثوبة على الشكل ملبسة الحسين للقاسم بهيعة الكفن بعد بالله شافن قالا يا يان قالا يا يان شفنا شفنا بطل نور يتلال جمال جمال النبي شبع جمال بعد بالله شفتن قالا قالا يا يان شفنا رضيعم والسديدة وشفنا اللي سهم يلمع بجيد عثاري عثار السهم خيط وريد بعد قالا يا يان وشفنا شفنا بطل نايم بكترة والله شفنا بطل نايم بكترة شفنا بطل نايم بكترة وكثرة الدم بصوب نحرة عثار البطل آية الكبرى الاحسين شمامة الزرة أخبرنا الرجال بهذا الحال رأينا عجسادا مقطعة ولكن تكسوها عنوار تعلوها عنوار لا نرى إلا عنوارها وإن صدق ظننا هذا هو الحسين وأهل بيته بعد وين عشرتهم وين عيالهم وين على كل حال لو نساءهم وجودهم ماتين تحفر لهم قبور ما يدرون النسوة أخذوهن سبايا الله كثر صايح النسوة نعلبوا اليم وتنخزي اليم تمشي وتنهض بهم وتدفن بهم آية 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 صارت من بني يسد على الجثث لم وذاك الجمع من ريب كثر لوم من ابن زياد خافه وحطه واربيه لن فارس ملثم قاصد ابنيه تنحه وخاف يطلع من بنيه مية بن عسد اجتمعوا حول الأجساد يقول لما اجتمعوا حولها أرادوا دفنها واحد بهم شيخ كبير قال لهم كيف لكم أن تدفنوا هذه الأجساد وأنتم لا تعرفون الوالد من الولد هاي أعضاء مقطع على الرمض كيف تدفنون هذه الأجساد وأنتم لا تميزون هذه الأعضاء لمن من هذه الأعضاء اختلطت بعضها ببعض بالأثناء وإذا بفارس أو رجل أقبل عليهم برجل أقبل عليهم من جهة الكوفة هم مخلين واحد يراقب الوضع أسرع إليهم قال ابتعدوا عن الأجساد أرى سوادة مقبلة من جهة الكوفة انتشروا كل واحد منهم وقف إلى بعيد وظلوا يعاينون إلى جسد المولى وبقية الأجساد فجاء الإمام زين العابدين منحنيان لما وصل وإذا به ينحني بين الأجساد إجي إلى جسد وانحنوا عليه التفت إلى جماعة واكفين رجال قال ما عندكم ما تصنعون هنا قالوا جئنا نتفرج كسر قلبه بهاي الحكاية يعني على شو نتفرجون على يا جسد تتفرجون على الحسين تتفرجون على علي بن الحسين تتفرجون على القاسم تتفرجون على الرضيع موسى حتى تتفرج قال أصدقوني قالوا والله ما جئنا إلا لمواراة هذه الأجساد ولكن ما استطعنا أن نميز بين الوالد وولده ما عرفنا كيف ندفنها بعدين أجساد مقطع ما حملنا عضواً إلا وشقط الآخر قال جزاكم الله وخيراً يقول جاء الإمام زين العابدين فخط لهم في الأرض خطني هنا قال لهم يعصى قال احفروا هنا قال لهم احفروا هنا حفير السايا دفن بيها حبيب البيت روط القاع بعد حفر دفن سبعين كلها سبع وسبوع طعش يوم الكون معلوم يقول إجا الإمام فخط لهم في الأرض قال احفروا هنا حفير قال لهم حفروا هنا بعد حفر دفن بيها لحسينا ويسجب العابرة يقول لما جاء الإمام زين العابدين أراد أن يحمل جسد أبيه الحسين جوابني أسد داره على الجسد ويا قالهم اشتردون قالوا جئنا نعينك كيف تستطي حمل هذا الجسد وهو مقطع على هذا الحال والله كلما حملنا منه عضوا سقط لك هرق قلبي عليك أبا عبد الله فبكى الإمام زين العابدين وقال لهم ابتعدوا تنحوا عني فإن معي من يعينني على حمل أسألكم مؤمنين غيارة بعده زين العابدين ترى ما يقدر يحمل أباه لأنه مقطع فعاونوا العمام عاونوه على حمل أبيه لكن كيف حملوه أهل البيت كلهم اجتمعوا ما قدروا يشيلون جسد المولى التفت الإمام زين العابدين قال يا بني أسد علي ببارية جابوا لبارية ما تصنع بها قال أجمع عليها أوصال الحسين أيوى حسيناه أيوى إماماه جمع أوصال أبيه الحسين قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ثم حمل أباه الحسين ومعه من يعينه أنزله إلى ملحودته لما وضعه في قبره وإذا بزين العابدين انحنى على أبيه يقبله لكن أين قبله عادة الحبيب وين يقبل حبيبه في قبره إما أن يقبله في جبهته إما أن يقبله في خده إما أن يقبله في ثغره أما إمامكم زين العابدين قبل أباه في عظمة نحر رحم الله هذه الصرخة يقبل أبوه أبوه يا أنا اللي صار بي ما جرب ناس أبوه يا أنا اللي صار بي ما جرب ناس أنا شفتك على الثره بالخيل والله شفتك عذروا بالخيل يلتين دعاس بيتال ييتال الوقت نزلتك بالأرس آجركم الله بعد ذلك خرج الإمام زين العابدين من قبر أبيها مولاي الهيل التراب قال صبرا يا بني أسد وإذا بالإمام يبحث في التراب يبحث عن شيء استخرج شيئا صغيرا من التراب مسح عنه الدماء والتراب قبله وضعه على عينه ألحقه بجسد أبيه الحسين يقول الراوي دنوت إليه أنظر ماذا حمل الإمام وعذابه خنصر الحسين القطيع أيها حسين بعد يلا خل نونه وياهي والله يا حفار قبر زين واسعه عفية زين واسعه ولم أنت نزل للضعف ليش من حيث كل أعظام مقاط يطيب آهاتكم يا الله الله يطيب آلامكم يا رب إلهي أقسم عليك بالحسين كل واحد يونع الحسين طيب آهات طيب آلامهم وجراحاتهم وقض حوائجهم فارج عنهم يا الله من حيث كل أعظام قطع يا 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 يخفاك ظل عمح البضعة هو العص الوحسين والله دور على مقطوع صبع بجدنا عليك التشاف فارج خلصت المراسيم لا قام العمام زين العابدين لما قام وحذاب صوت من نحر الحسين يقول لابني علي والس رضيعي على صدري إذا رحت الكربلة جايتكم الأربعين مؤمنين أو ترحون الكربلة وتسلمون على سيد الشهداء سلموا على رضيعه فإنه مدفون بصدر أبيه إهنان دفن لأن الخيل ما خلت صدر للحسين فأصبح قبرا للرضيع بعد ذلك قام الامام زين العابدين اتفت يمين شمال قال ابن أسد هل بقي أحد من الأجساء قال لهم بعد واحد جزان وفات قالوا لبطل ظل على المسن بعد واحد بعدنا ما انتهينا مؤمنين قال لهم بعد واحد جزان وفايا آيات قالوا لبطل ظل على المسنات ناد وهل ندموع على الوجنات يا من سوق الحرائب مرخص بسام آيات مثل ما فعل الإمام زين العابدين مع أبيه الحسين أبو الفضل بطل لكن لما جاء الإمام زين العابدين أراد حملة قالوا بني أسدعنا نعين قال إن معي من يعين من اللي شاء لأبو الفضل وي الإمام زين العابدين يقل يا عم خلاف عينك يسرت نعداك شكوى لأم أبو فاضل يشتكي إليه يقل يا عم خلاف عينك يسرت نعدا يا 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 لوح المهر وشهر سيعفك الفتاك عم هذا الواق ما تنط شيء للواق رجع الإمام زين العابدين إلى الكوفة ما حد حسبي أي كرامة من الله للإمام للحسين ورجع زين بالتفتت يقل من الصباح لسا يا عم جنت غايب وام سمعها وهل تدموع يا ودمس لتدموع العين يا عم ما غبت عني رحت يام جسمه رحت يام والدي شفت ثلث يام فارقت يا يا عم ودفن الجد أو رضيع بالسهم مذبوح والست على صدره التوت التو يا 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 واتحسرت زين اب التوت واتحسرت زين يا 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 اب التوت واتحسرت زين يا يا وقالت أنشدك يا علي نشد يا عم عادة المي يصير على التروب وانو هو يا بس هالبيتين هاد أنشدك يا علي نشد يا يا عم عادة المي يصير رح للترب دفنت شلان ابوك حسين أو هو رأى اسمع سمعهم عم توهى الدم عايا يا يا ويل ومن حني ضل عايا يا يقل هوم اختلف وضع عايا يا عم بدال خد حسين صار على التروب نحر يا عم بدال خد حسين صار علي التروب نحر عفاط ملاو خلت الحسين مجدلا وقد مات عقشان شعنا اذا لطا انتقروها اذا لطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين الوجناتي اكرد اشتركوا في القناة